عدد المتضررين كبير جدا يعني كما تحدثت السلطات هنا أن أكثر من 13 مليون شخص تضرروا في المناطق الجنوبية وفي الولايات العشر نتيجة هذا الزلزال وبالتالي نعم بالفعل هناك تفاهمات وهناك تنسيق بين الحكومة وبين القطاع الفندقي لاستقبال المتضررين في القطاع الفندقي وأيضا هناك الخيام ومراكز الإيواء لكن العدد كبير وبالتالي يتم إجلاء هؤلاء إلى مناطق أخرى مثل اسطنبول وأنقرة ومناطق أخرى لاستعاب هذه الأعداد وما زالت عمليات الإجلاء مستمرة وبطبيعة الحال فاطمة حتى وإن كانت الخيام كافية أو المنازل المؤقتة كافية هناك ظروف أخرى تفرض نفسها على هؤلاء المتضررين بسبب الظروف الجوية وبسبب برودة الطقس يعني درجة الحرارة تصل إلى ما دون صفر في الليل وبالتالي هم بحاجة إلى التدفئة وبحاجة إلى الأغطية وهي تحديات كبيرة تواجه السلطات وتواجه أيضا المتضررين الذين يبيتون لياليهم في هذه الخيام ترجمة نانسي قنقر